في موضوع التوطين أود أن أشير وألفت إلى أن أهم مسألة قد يؤدي إليها المؤتمر الاقتصادي في البحرين والتوجه الاقتصادي الذي يراد نقاشه هناك وبعض أشكال الترغيب والإراءات المالية هنا وهناك هذا قد يفتح الباب عريضاً وواسعاً أمام مسألة توطين الإخوة الفلسطينيين في لبنان وفي بقية البلدان التي يتواجدون فيها كلنا سمعنا مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن البدء بإطلاق ما سمي بصفقة القرن بعد شهر رمضان المبارك والخطوة الأولى قد أعلن عنها وهي عقد المؤتمر الاقتصادي الفلاني في البحرين في مدينة المنامة عاصمة البحرين وهناك خطوات ستتلاحق بالتالي نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة المشؤومة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية